بسم الاب والابن والروح القدس صلى الله الواحد امين زي ما قلنا المرة الفاتتة هناخد الأسبوع السابع النهاردة الأسبوع السابع والأخير من الصوم الكبير مع أشياء النبي ومدام ده الأسبوع الأخير يبقى حنقدم تقرير عن الصوم أو حيقدم لنا أشياء النبي تقرير عن الصوم في هذا التقرير حيبين لنا الصوم المقبول والتعزيات والصوم غير المقبول والنتيجة وبعدين يدينا شوية تطويبات مشابهة جدا للي ذكرها رب المجد يسوع على الجبل في أول دستور المسيحي ونفتح الصحة 58 من أول آية واحد يقول نادي بصوت عالي لا تمسك ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطياهم يعني ده إعلان عالي قوي وكلام يعني مهمة جدا ربنا عاوز يعلنوا بوضوح خالص عشان كده قال له صوت عالي وارفع صوتك زي البوق واخبر شعبي بتعديهم طب بتعدينا على إيه رب إياه يطلبون يوما فيوما ويسرون بمعرفة طرقي كأم عملت برا ولم تترك قضاءة إلهها يسألونني عن أحكام البر يسرون بالتقرب إلى الله يقولون بيقولوا إيه بقى لماذا صمنا ولم تنظر ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ سؤال يعني إحنا صمنا ومش حاسين بالصوم وصمنا ومش شفناش نتيجة الصوم اللي إحنا صمناه فبيرد عليهم بقى ويقول لهم إيه ها إنكم في يوم صومكم توجدون مصرة وبكل أشغالكم تسخرون يعني إنتوا صايمين ولكن في الوقت اللي إنتوا صايمين فيه إنتوا مشغولين عني إنتوا عملين توجدون مصرة حفلات وهيسة وزيتة ومصرة ومش بس كده ده بكل أشغالكم تسخرون يعني مشغولين تماما عني يعني منتش مكرسين للصوم ده الصوم عندكم ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلاكمة الشر لستم تصومون كماليوم لتسمع صوتكم صوتكم تسميع صوتكم في العلاء يعني إنتوا صايمين بس متخصمين مع بعض صايمين وفينا زعات بينكم وبين بعض صايمين وبتضربوا بعض بتلكموا بعض هو ده الصوم وبعدين تزعقوا علشان تسميع صوتكم في العلاء يعني عملين تصرخوا وتزعقوا فاكرين الحكاية بتاعت إليا مع أخاب الملك الشرير لما ما كانش فيه ميا وبعدين دخل إليا في مباراة مع ربعمية وخمسين كهنة البعد فاكرين الحكاية دي قعدوا يزعقوا ويصوتوا ويقطعوا نفسهم بالسيوف علشان الآلهة بتاعتهم تسمعهم وتقبل الذبيح وإليا الترق عليهم يقول لهم زعقوا أكتر يمكن نايم يمكن مسافر يمكن مشغول وأخيرا إليا يقدم ذبيحة مقبولة أمام الله لأنه الحقيقي فهنا فاكرين إنه بالزعيق وعلشان كده بعض التواف للأسف شديد يزعقوا ويصوتوا ويصرخوا ويعملوا دي مش طريقة الروح القدس روح هادئ وديع فهو يقول لهم لتسميع صوتكم في العلاق يعني عملين تصرخوا عشان صوتكم يوصل لفوق أمثل هذا شوف بقى أسمع أمثل هذا يكون صوم أختاره لا مش ده الصوم اللي أنا عايزه ما لقى يا رب اللي أنت عايزه اليوما يدلل الإنسان فيه نفسه يحني كالأسلة رأسه زي زي التعبان ويفرش تحته مسحا ورمادا هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب هو ده الصوم اللي أنتوا فقرينه ده مش ده الصوم اللي أنا عايز هو الصوم اللي أنا عايز إنه كنتوا تعمله المسوح والرماد وإنه إنه وتوطوا قوي وتحنوا رؤوسكم وتيعلكوا إنه ده صوم مقبول ليه بقى مش صوم مقبول لأنه من الخارج كل دي حركات خارجية ده مش تغيير داخلي في الإنسان يبين آثار الصوم ونتيجة الصوم وما اللي أنت عايز إيه يا ربي ألي اسمع بقى أليس هذا صوم أختاره حل قيود الشر حل قيود الشر اللي مكبلك ومأيدك حل فك عقد النير الإنسان اللي عليه نير عليه دين عليه مسئولية عليه تعب عليه حاجة فكها إطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير هو ده الصوم اللي أنا عايزه والصوم اللي أنا عايزه إنك تقطع في جسمك وإنك تفرش على الأرض وتقعد على التراب وتزحع بصوت عالي وتقول أنا مش هاكل مش ده الصيام الصيام اللي أنا عايزه إنه حل قيود الشر فك عقد النير إطلاق المسحوقين أحرارا وقتلك وقطع كل نير وإيه كمان يا ربي أليس أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك إيه رأيك إيه رأيك بقى هو ده السمر ربنا عايزه ده السمر ربنا عايزه وعشان كده رب المجد يسوع المسيح قال ال 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 كنت جوعانا فأطعمتموني كنت عدشانا فسقيتموني كنت عريانا فكسوتموني كنت مريدا فزورتموني كنت محبوسا فأتيتم إلي كنت غريبا فأويتموني كل ما فعلتم بأحد إخوات هؤلاء لصغر في بيت قد فعلتم مش هو ده اللي بيقول أشعية هو ده بالضبط اللي بيقول أشعية هو ده علشان كده الكنيسة في الصيام الكبير المديحة العظمى المتكررة كل يوم توبة للرحم على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم طب يا رب لما نعمل كده لما نعمل كده نقطة تانية ايه بقى النقطة النقطة التانية نقطة التانية انه حينئذن هيا تمانية بقى ينفجر مثل الصبح نورك ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقطك يعني يعني مجد ربنا يعني يجمع ساقطك يمشي يمشي معك يحرسك بيرني رير جارد يعني يمشي وراك كده في السكة اللي انت ماشى فيها حينئذن تدعو فيجيب الرب تستغيث تستغيث فيقول ها أنا دا ان زعت من وسطك النير والإيماء بالإصبع وكلام الإثم يعني تعمل الناس كده وتهددهم وتكلمهم كلام كده وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر هو دا يقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة رية طازة قوية وكنابع مياه لا تنقطع مياهه ومن كتبنا الخرب القديمة تقيم أساسات دور فدور فيسمونك مرمم الثغرة مرجع المساجلك للسكن هنا يعني بركات الصوم المقبول يشرحها أشياء النبي في نهاية الصوم وكأنه بيقول يعني أنا ما يهمنيش ما يهمنيش قوي الصوم الجسد لكن يهمني بالأكتر الصوم اللي دي اللي فيه نتيجة روحية تغير حياتك وتعطيك كل البركات اللي احنا شفناها دلوقتي نقطة التانية كلام ده طبعا في الأول خالص موجود التقرير ده في أصحاح 58 لما نرجع بقى لأيام الاثنين والثلاث هنلاقي هنلاقي لما نرجع يوم الاثنين والثلاث هنلاقي فيه تعزيات كبيرة جميلة جدا جدا في أصحاح 48 يقول الله الله هو اللي أقضني في الصوم فيقول أنا إلهك معلمك لتنتفع أو مشيك في طريق تسلك فيه أنتوا بتصوموا لأن أنا صمت بعلمكم إحنا في العهد الجديد عهد النعمة أنا بديت بالصيام وقهرت إبليس في البرية فأنا هو الذي إلهك الذي يعلمك لتنتفع أو مشيك في طريق تسلك فيه فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر بصوت الترنيم اخبره وناد وقوله قد فضر رب عبده يعقوب ولم يعتشوا في القفار التي سيرهم فيها أجرى لهم من الصخرة ماء وشق الصخر ففاضت المياه طب إحنا في النعمة في حياة في العهد النعمة بقى آه زي ما قلت قبل كده وبنفكر نفسنا دايما الصخرة هي المسيح والمية اللي طالعة من الصخرة هي الروح القدس فلما شق الصخرة ففاضت المياه شق جنبه اليمين بالحرب ففاض منهما دم وماء غفرانا لكل العالم إحنا في العهد الجديد عهد النعمة الصخرة جواك المسيح جواك والمياه جواك الروح القدس يسكن فيك فأصبحت هيكل للروح القدس إذن يجري من الصخرة ماء يعني ينابيع أو فضاء الروح القدس تخرج منك محبة فرح سلام إلى آخر التسع ثمار في غلطية خمسة إذن رحلة الصوم الكبير بقى هي قيادة المسيح الذي صام عشان كده نقول إيه يسوع المسيح صام عنا أربعين يوما وأربعين ليلة يسوع المسيح صام عنا أربعين يوما وأربعين في نهاية كل قدس عشان نقول إن إحنا ماشيين وراء المسيح الذي صام عنا وإحنا كمان بنصوم ونقول له فعلا يا رب كلامك في إشاية أنك أنت هو الرب معلمنا لكي ننتفع من الصوم وبعدين بركات الصيام يقول 49 عشرة نقرأ 49 عشرة نشوف القراءات بتاعة الاثنين والثلاث وكده 49 عشرة يقول إيه يقول لا يجوعون ولا يعتشون ولا يضربهم حر ولا شمس لأن الذي يرحمهم يهديهم وإلى ينبيع المياه يريدهم أجعل كل جبالي طريقا ومناهجي ترتفع عبيدي خد بالك عبيدي لا يجوعون ولا يعتشون أجعل فمي كسيف حاد لا الأول لا يجوعون ولا يعتشون لا يضربهم حر ولا شمس لأن الذي يرحمهم يهديهم وإلى ينبيع المياه يريدهم اللي هي مزمور داود النبي وإلى مياه النهر الأنهار يريد يرد نفسي مزمور الراعي شوف اقرأ 49 من أوله احنا كنا احنا كنا في 49 خدنا النتيجة لكن تعال من أوله بقى يقول إيه اسمعي آياته هالجزائر وصغوا أيهما من بعيد الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي جعل فمي كسيف حاد يعني إيه إيه سيف الحاد دي إيه اللي جعله في فمي سيف حاد كلمة ربنا لأن كلمة الله قوية وفعالة وحية وأقوى وأقوى من كل سيف زي حدين وبعدين في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد قد جعلتك نورا للأمم قد جعلتك نورا للأمم في آية كام آية 6 يقول قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أثبات يعقوب ورد محفوظي إسرائيل قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض مش دي نتاج السوم جماعة مش دي نتاج السوم إن كلمة ربنا بقت سيف دي حدين جواك جواك بتعمل سيف دي حدين حد بيقطع الشر وحد بييجي بالخير في ظل يدك يده خبأني وجعلني سهما مبريا يعني صاحي يخز منتبه اللي حامل سلاحه ده الشيطان ما يقربش منه ولا يهوب منه أنت عبدي إسرائيل الذي بيها أتمجد قد جعلتك نورا للأمم خرجوا للذين في الظلام اظهروا اللي في الضلمة دول خرجوا لهم كل الآيات دي طبعا نبوات عن المسيح لكن طبعا كل اللي عملوا المسيح على الأرض ما عملهوش لنفسه ولدات هو مش محتاجه عمله عشان إذن الكنيسة تتبع المسيح كل اللي عملوا المسيح ده اللي هو أشاعي عمله نبوات في كتبوا نبوات في أصحاح 49 من 1 لعشرة ينطبق على الكنيسة لأنه قد وضع لنا طريقا لنتبع خطواته فنلاقي مثلا يعني موسى النبي صام 40 يوم عشان يستعد للخدمة إلي صام برضو 40 يوم مش كده ولا إيه نختم بقى بالتطويبات نختم بالتطويبات نروح لأصحاح 65 65 آسف 65 لأصحاح لقبل الأخير عشان نقلل الأخير إن شاء الله للمرة اللي جاية جملة تختم الصوم ليلة جملة تختم الصوم إيه بقى التطويبات لو سمحتوا فتحه 65 13 14 لذلك خد بقى بالك هكذا قال السيد الرب هو ذا عبيدي يأكلون وأنتم تجعون هو ذا عبيدي يشربون وأنتم تعطشون هو ذا عبيدي يفرحون وأنتم تخزون هو ذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون وتخلفون اسمكم لعنة لعنة أو تخلفون اسمكم لعنة لمختار مختارية فيميتك السيد الرب ويسمي عبيده اسما آخر هو ذا عبيدي يأكلون وأنتم تجعون توبى للمساكين بالروح لأن لكم ملكوت السماوات توبى للمساكين أو توباكم أيها المساكين ويل لكم أيها الأغنياء توباكم أيها الجياع ويل لكم أيها الشباعة توباكم أيها الباكون ويل لكم أيها الضاحكون توباكم أيها المبغدين المحاربين ويل لكم وإذا قال فيكم جميع الناس حسناً دي ختم تعزيات أشعياء النبي في ختم السوم يعمل كده مقارنة بين عبيد الله وبين أولاد العالم واللي بيأكله لأنه بيقول إيه طوبة للجيع والعطاش للبر لأنهم يشبعون وهكذا فالتطويبات اللي بيقولها أو المقارنات اللي بيقولها أشعياء النبي كانت تشير إلى ما قاله الرب يسوع المسيح في الدستور بتاعهم بتاعه لما ابتدى من البداية قال طوبة للمساكين بالروح طوبة للجيع والعطاش للبر طوبة للحزان الآن لأنهم يضحكون أو يفرحون طوباكم إذا أبغضكم الناس وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين دي بسرعة أحبائي القراءات اللي قالها أشعياء النبي لغاية يوم الخميس يوم الجمعة جمعة ختم الصوم دي هيبقى فيها قراءات خاصة من أصحاح ستة وستين حفظوها بقى أصحاح ستة وستين من عشرة لأربعة وعشرين إذا قدرنا بنعمة المسيح ناخد الاجتماع الخميس اللي جاي هيبقى خير وبركة إذا ما قدرناش يعني بعد إذنكم هسجله في أي في أي فرصة وبعثوا لحضراتكم يعني لاتر ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر